ده فيما أنا كنت عايز سألك على الكندوسي بس هلوح الـ عندك معلومة عن الكندوسي؟ عندي معلومة أن الأهل بيستفصل عن إمكانية تقديم شاكوة للكندوسي في فيفا اللي هو في اللعيب عندي تجاوز في حقي بدون مستندات ده الأهل بيتجه لو هو بيفقر لو عايز يعمل ده عشان خاطر يأمل نفسه من مستحقات اللعب بالتأكيد أنا دلوقتي كنادي أعرضت اللعيب ده للبيع فأنا كلاعب هعمل إيه؟ هروح أطلب كل مستحقاتي لدى النادي ده وارج جدا أنه أنت أنا دلوقتي مش عايز أمشي والكندوسي قال لهم ما مش همشي وعايز أعود ولو راح للاجئ للفيفا الفيفا هتحكم للكندوسي اللي أنت تديله طرح ما أنت اللي عايزت مشي تديله عقده كامل طرح ما هو مش عايز يمشي وانت مصر اللي هو يمشي فالأهل عايز يأمن نفسه بدري في الموضوع ده فبيستشير هل فيه إمكانية اللي هو يقدم شاكوة للكندوسي في فيفا ولا لأ عشان خاطر يبقى أمن نفسه من موضوع المستحقات ده في عندي كتير جدا طبعا دخل في الكندوسي يمكن أن أبرزها زد عندي معلومة مؤكد أن زد خلاص يعني بالنسبة كبيرة طبعا عايز الكندوسي طبعا سيراميكا هو موجود ومن أحد العمدة الأساسية في سيراميكا كلوباترو وأعتقد أن سيراميكا مش بالسأل اللي هو يفرط في اللاعب هو أعاده تاني للحياة ويعني بالنسبة له هو دلوقتي أحد العمدة الأساسية في الفريق طبعا وموجود تمام في منتخب الجزائر وراح منتخب الجزائر من باوت سيراميكا مش باوت الأهلية مضبوط ترجمة نانسي قنقر